الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم شخص يقدم لك دينارا واحدا تشكره على هذه الهدية بعد فترة في شدة حاجتك يقدم لك دارا وسيعة وسيارة فارهة وأموال نقدية كبيرة وشركة تدر عليك الأموال في هذه المرة تشكره أيضا ولكن هذا الشكر مثل الشكر الأول عندما قدم لك دينارا واحدا بالطبع يختلف شكرك للدينار يختلف عن شكرك لهذا العطاء لهذه الهدية الكبيرة الله سبحانه وتعالى يقول لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الشكر يختلف باختلاف النعمة شكر كل نعمة بحسبها قد يكفي شكر نعمة بالشكر اللساني ولكن النعمة الكبيرة لا يكفي أن تشكرها شكرا لسانيا تحتاج إلى شكر عملي النعمة الأكبر من تلك تحتاج إلى شكر عملي كبير النعمة الأكبر من تلك تحتاج إلى شكر عملي طويل لفترة النعمة الكبيرة تحتاج إلى شكر لساني طويل وأكيد ويبدو أن الأمر بدرجة من الوضوح لا يمكن أن أشكر نعمة عظيمة نعمة أظمى كما أشكر نعمة عادية صغيرة زيارة الأربعين لها جوانب كثيرة 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 جدا جانب من جوانب زيارة الأربعين جانب النعمة في هذه الزيارة زيارة الأربعين نعمة من الله سبحانه وتعالى وأية نعمة زيارة الأربعين نعمة من النعم الكبيرة لا زيارة الأربعين نعمة من النعم العظمى من مصادر النعم من أمهات النعم زيارة الأربعين ليست نعمة على الزائرين فقط هي نعمة على كل المؤمنين في كل بقاع العالم بل حسب النصوص الشريفة والتي لا يمكنني الآن أن أتحدث عن هذا الجانب حسب النصوص الشريفة زيارة الأربعين بالخصوص زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بصورة عامة شعائر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بصورة عامة هذه نعمة ليست فقط على المؤمنين وإنما نعمة كبيرة أو من النعمة الكبرى على كل فرد فرد من أفراد البشر يعني كل إنسان على وجه الكرة الأرضية حتى شهد الشهداء ليست خاصة بفئة آثارها نعم بعض الفئات يستفيدون استفادة أكبر كم كيف تكون نعمة كم من النعم التي الله عز وجل ينعم بها على البشر ببركة هذه الزيارة الزيارة الأربعين على البشر كم من البلايا التي يرفعها الله سبحانه وتعالى أو يدفعها الله سبحانه وتعالى عن البشر ببركة الزيارة الأربعين وهذا يحتاج إلى بيان تلك الروايات الشريفة التي تشير إلى هذه الجهة جهة نعمة الشعار الحسينية وبصورة خاصة الزيارة هكذا نعمة كبيرة يمكننا أن نشكرها شكرا لسانيا فقط مرة واحدة أقول شكرا لله وكفى لا يمكن هذا ليس شكرا نعم الشكر اللساني مهم الشكر اللساني ضروري الشكر اللساني في النعم واجب ولكن يحتاج إلى شكر عملي كيف نشكر هذه الزيارة هذه النعمة من جهة كونها نعمة كيف نشكرها هذه الملايين المتوجهون إلى زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذا مصداق من مصاديق شكرا هذه النعمة قبل ليلتين كان عديد اتصال مع أحد الأخوة ذكر أن في هذه السنة ولأول مرة ونحن على اعتاب زيارة الأربعين وبيننا وبين زيارة الأربعين ما يقارب من عشرة أيام طبعا هو نقل قبل العاشر من صفر يعني أكثر من عشرة أيام أن مدينة يكربلاء والنجف مزدحم ازدحاما كبيرا حتى أنه لا يمكن دخول الحرم العلوي الشريف والحرم الحسيني الشريف إلا بصعوبة بل قال حتى الدخول إلى الصحن الشريف ليس سهلا لكثرة تراكم ازدحام الزوار جزاهم الله خير الجزاء ونحن على بعد أيام من الأربعين هذا نوعه شكر عملي لهذه النعمة الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة الكبيرة بل إحدى النعم الكبرى الناس يشكرون هذه النعمة بهذه الطريقة متحدين كل الأصوات أصوات النشاز عن طريق الله سبحانه وتعالى الذين يخوفون المؤمنين الذين يؤذون المؤمنين بكلامهم الذين يستشكلون على هذه الزيارة وتعلمون الوضع المأساوي من هؤلاء مع كل ذلك هكذا ازدحام هذا شكر عملي خدمة هؤلاء الزوار بأنواع الخدمات الذي ذهب يعرف ما أقول يعرف بعض ما أقول وأنا لا أعرف كل ما يحدث هناك أصلا هذه الخدمة والتي يشترك فيها الآلاف المؤلفة عشرات الآلاف مئات الآلاف في العام الماضي نقل أنه قدر عدد الخدمة الذين يخدمون زوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بشدة أنواع الخدمات قدر عددهم بما يقارب من نصف مليون خادم يخدم الزوار شوقا يخدم الزوار ويحس بأن وهو كذلك بالفعل بأنه تشرف بخدمتهم هؤلاء زوار سيد الشهداء هؤلاء وفد الله في الروايات الشريفة ورد وفد الله يتشرف بخدمتهم هذا شكر عملي لهذه النعمة الكبيرة من الشكر العملي الدفاع عن هؤلاء الزوار من الشكر العملي الدفاع اللساني بالكلام عن هؤلاء الزوار من الشكر العملي دعم هذه المواكب هذه الجهات الخدمية من الشكر العملي الوقوف إلى جانب هؤلاء تسهيل أمور هؤلاء للأسف الشديد هناك مشاكل هناك صعوبات بعضها طبيعية بعضها تصطنعها الحكومات تجاه زوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام البعض يسهل يسعى لتسهيل أمور الزوار هذا شكر عملي إيصال صوت الزيارة هذه الزيارة لها صوت إيصال هذا الصوت إلى العالم عبر الطرق المختلفة الإعلامية هذا شكر عملي الشكر العملي لهذه الزيارة لا إن شكرتم لا أزيد النكو النصف الأول من هذه الآية المباركة المقطع الأول عن الشكر المقطع الثاني خطير مخوف مهول المقطع الأول لأن شكرتم لأزيدنكم المقطع الثاني ما هو وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ أَبْحَلْتُمْ النعم العام حتى لو شكرها بعض وكفر بها بعض كثير قد يؤثر ذلك في سلب النعمة والعياذ بالله تعالى إخواني نعمة وجود هذه النعمة التي هي من أعاظم نعم الله سبحانه وتعالى على البشر نعمة وجود إمام معصوم بين الناس يرونه يلتقون به يسألون منه مسائلهم يلجأون إليه في حاجاتهم إلى غيرها هذه النعمة نعمة من النعمة الكبرى بعض المؤمنين شكروا هذه النعمة نعم إلى حد ما بمقدار استطاعتهم ولكن سلبت لماذا لأن أكثر المؤمنين ما شكروا هذه النعمة كم سنة الآن هذه النعمة مسلوبة من المؤمنين والضرر على من إن لم تشكر النعمة العامة من قبل شطر على الأقل أكثر أكثر المؤمنين على الأقل لا أقول من قبل كلهم البعض والعياذ بالله يكفر بالنا يلزم أن تشكر النعمة العامة من قبل الناس من قبل عامة المؤمنين أنا لا أتمكن أنا بعيد عن العراق بعيد عن كربلا كيف أتمكن أن أساهم تتمكن أن تساهم تتمكن أن تساهم بمالك تتمكن أن تساهم بلسانك بعض الناس ما عنده مال بعض الناس ما عنده قوة بعض الناس ما عنده وجاه عنده لسان مع الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية مع الجهات المرتبطة بالحكومات الأخرى بعض الناس عنده كلمة يتمكن أن يؤثر بعض التأثير لتسهيل أمور الزوار تتمكن يا أخي فرضا فرضا أقول شخص لا يتمكن من أي شيء تتمكن أن تشجع تشجيع تشجيع زوار تشجيع من يخدم تشجيع من يساهم ماليا أنت تتمكن أن تشجع الشيطان يثبت أن تكون بوجه الشيطان ضد الشيطان شجع هذا المؤمن حتى هذا فرضا شخص يقول أنا لا أتمكن حتى أنا أشجع تتمكن أن تدعو لهم ليلة نهار نعم ادعو لهم ليلة نهار في كل يوم ادعو للزوار ادعو لمن يخدم هؤلاء الزوار ادعو لبقاء هذه النعمة الكبرى ادعو الله عز وجل باستمرار ادعوه لا تدعو مرة واحدة في كل يوم عشرين مرة ادعو 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 يعني اطلب ليست القضية الأقلقة لسان اللهم احفظ الزوار الأمام الحسين لا ادعو اطلب من الله عز وجل كما تطلب حاجاتك المهمة من الله سبحانه وتعالى اطلب من الله سبحانه وتعالى تسهيل أمور الزوار حفظ الزوار رجوع الزوار بحوائجهم رجوع الزوار بغفران الذنوب ادعو لهم هذا أقل شيء تتمكن ان تساهم ان تشكر نعم هذا شكر حديث شريف حديث البعض يدخل البحث السندي في كل الأحاديث هذا علميا غير صحيح كل الأحاديث لا توزن بميزان السند سند الحديث هناك موازين عديدة لاعتبار الروايات الشريفة حديث معتبر طبقا لأكثر من ميزان من موازين الاعتبار من جملة تلك الموازين لاعتبار الرواية اننا نعتبر هذه الرواية بالفعل صادر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام احدى الموازين السند وهناك موازين اخرى هذا الحديث الشريف معتبر بأكثر من ميزان ومعتبر سندا ايضا كل رجال السند ثقات اجلاء فقهاء فقهاء كبار باستثناء شخص واحد وهو صالح ابن عقبة وهو ثقة على الاصح الحديث السندا صحيح يعني اسناده صحيح عن الامام ابي عبدالله جحفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما قال ان لله ملائكة موكلين بقبر الحسين عليه الصلاة والسلام فاذا هم بزيارته الرجل هم بعد لم يتحرك بعد لم يخطو حتى خطوة واحدة من داره لا زال في داره ولكن هم فاذا هم بزيارته الرجل اعطاهم الله ذنوبه الله عز وجل يعطي لهذه الملائكة الموكلين بقبر الامام الحسين عليه الصلاة والسلام يعطي ذنوب هذا الرجل يعطيها له بمجرد ان يهم بالزيارة ذنوب هذا الرجل الذي هم بزيارة سيد الشهداء تعطى لهؤلاء الملائكة فاذا خطى اول خطوة عندما يخرج خارج الدار لا لعله عندما يخرج من غرفته وهو في طريقه الى الخروج الى زيارة سيد الشهداء فاذا خطى محوها الله أول خطوة ثم إذا خطى الخطوة الثانية ماذا يصنعون الخطوة الثالثة ماذا يصنعون الى ان يصل ثم إذا خطى خطوات ضاعفوا له حسناته مضاعفة ومضاعفة ومضاعفة الى ان يصل فما تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنة اللهم صلى على محمد ثم اكتنفوه وقدسوه معنى قدسوه ما هو راجعوا الرواية الشريفة الأخرى حتى نعرف ما هو معنى هذه الكلمة هذه الملائكة يقدسون هذا الرجل هذا الزائر فقط يقدسون لا وينادون ملائكة السماء هذه الملائكة تنادي ملائكة السماء هم يقدسون الزائر وينادون ملائكة السماء ان قدسوا زوار حبيب الله في بعض النسخ زوار حبيب حبيب الله فاذا اغتسلوا هؤلاء الزوار ناداهم محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد وآله ماذا يقول لهم رسول الله يقول لهم يا وفد الله الكلمة جدا عظيمة يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة الله صلى على محمد وآله رسول الله هكذا يناديهم أمير المؤمنين أيضا يناديهم ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم يقول لهم هكذا ثم ناداهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة ثم التقاهم في بعض النسخ اكتنفهم النبي صلى الله عليه وآله عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى أهاليهم أحد المؤمنين نقل بعض الشيء في مكان في مجلس نقل بعض الشيء فيما يرتبط بالزوار فيما يرتبط بأجر الزوار فيما يرتبط بمقام الزوار تعلمون يوجد بعض الناس العياذ بالله تعالى العياذ بالله تعالى بعض الناس مشككون في القضايا العادية الشيء عادي في القضايا الدينية يشكك في هذه القضية في تلك القضية مشكك أحد هؤلاء المشككين كان موجودا في المجلس فخاطب ذلك المؤمن المتحدث عن زوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذا المشكك قال استهزاء قال يعني شنو صعد للقمر راح كربل ذهب ولا كربل خلاص بس صعد للقمر هذا المؤمن قال له كذا لا عليه قال له كلمة ثم قال له يعني شنو القمر أنت تقول يعني شنو القمر يعني شنو القمر كوكب ليس مصطلح الكوكب شيء جرم سماوي صغير قيمته أقل بكثير من قيمة الأرض التي نحن عليها القمر ما هو صخرة في هذا الكون شنو قيمته أنا أقول أولا يعني الذين صعدوا إلى القمر مثلا ماذا صنعوا ما هي فائدة عملهم هذا مؤسف جدا مؤسف مليارات الأموال أموال الشعوب أموال الناس مليارات الأموال تصرف في سبيل شيء لا توجد له فائدة عملية إطلاقا للبشر يا أخي الناس صعدوا إلى القمر ماذا صنعوا ما هي فائدة هذا العمل هذا العمل الذي صرف عليه مليارات الأموال وأموال الشعوب الشخص يريد أن يصرف من أمواله لا بأس لا يصرف الحكمات تصرف من أموال الشعوب أصعدوا شخصا إلى القمر ثم ماذا أي يتفائد في هذا العمل أي يتفائد للناس في دنيا الناس قصدي فائدة عملية هذا هناك فائدة لصحة الناس لا فائدة اقتصادية لا فائدة سياسية لا فائدة نفسية لا فائدة روحية لا ما هي فائدة الصعود صعود البشر فائدة عملية أقصد أموال ضخمة جدا صرفت ما هي الفائدة سؤال اذكر لي فائدة واحدة دنيوية عملية فائدة يستفيد منها الناس أنا لا أعرف فائدة كل ما أفكر لا أصل إلى فائدة عملية فائدة علمية نعم اكتشفوا أنه لا يوجد في القمر ماء لا توجد في القمر حياة خب فائدة علمية البشر ما استفاد شيئا اكتشفوا أنه في المريخ لا يوجد ماء لا توجد حيات حيوانية لا توجد حيات نباتية ثم ماذا ما هي فائدة صعدوا إلى القمر كأنه صعد إلى القمر شيء وعما فائدة هذه الزيارة أتكر لك فوائد الفوائد الدنيوية كم هي النعم التي تنزل على كل البشر كل البشر ببركة زيارة الزائر كم هي نعم دنيوية أقصود البلاية التي تدفع عن البشر ببركة هذه الزيارة كم هي هذه فوائد دنيوية ناهيك عن الفوائد الأخرى أما الزائر فاستفاد استفاد لا تحصى أصلا كثرة استفادة الزائر كم هي أصلا ممكن إحصاها الرواية الشريفة بالعشرات لا بالمئات لا بالآلاف ما وصل إلينا بالمئات من الروايات الشريفة بالمئات من فوائد زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام للزائر نفسه ولأهله ولمن حوله فوائد دنيوية فوائد برزخية فوائد في القيامة فوائد في الجنة للزائر نفسه لا يشفع لا يشفع فقط في الناصب يشفع في أي شخص شاء في الرواية الشريفة لا أريد أن أدخل في هذا المجال ولكن إشارة فقط في الرواية الشريفة الشخص الزائر يشفع إشفع ذاك ما زار ذاك لا تشمله الشفاعات الثانية تريد أن تشفع إشفع فيأتي الرجل ويقول للزائر في يوم القيامة يقول للزائر أنا في يوم من الأيام احترمتك قمت لك فقط فيشفع له أي شفاعة مفتوحة قمت لك احتراما فقط في يوم واحد مرة واحدة الزائر يشفع من ينتفع فقط الزائر لا هؤلاء الملايين المليارات الذين يشفعون لهم الزوار تشبه هذا بالصعود إلى القمر ما هو الصعود إلى القمر أصنع ثم ثم الصعود إلى القمر يعني ماذا القمر تراب عادي أقل شأن من تراب أرضنا تراب أرضنا فيها شيء فوائد كثيرة ما موجودة في التراب وتراب في القمر طبعا هذا ما يعترف به العلماء في هذا المجال تراب عادي الذي ذهب إلى كربلا أين ذهب قدماه وصلت إلى بقعة من بقاع الجنة بل في الحديث الشريف أفضل بقاع الجنة أين العقل السليم حتى يدرك ذاك أصبح شيئا عظيما هذا أصبح للأسف الشريف كلمة الأخيرة إنسان ثري معطاء جواد يجود على الناس بعض الناس هكذا يعطيه هذا يحتاج مئة دينار يعطيه ذاك يحتاج ألف دينار يعطيه ذاك يحتاج مساعدة في بناء بيت يعطيه ذاك يحتاج إلى علاج يعطيه الشخص الجواد المعطاب مهما كان جوده عظيما الدرر لا يعطيها لأحد إلا لأقرب المقربين إليه الدرر لا تعطيه بسهولة الدرر تحتفظ لأقرب المقربين ولكن يوجد جواد يوجد معطاء نشر الدرر في الشارع اسمه الحسين بن علي صلى الله عليه م sau اللهم لا أقول الذي قرأ الروايات الشريفة كلها لا قرأ الروايات الشريفة كلها لا الذي قرأ بعض الروايات الشريفة الذي سمع بعض الروايات الشريفة يدرك أن زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام درة ثمينة لا تثم من بثمن يا أخي لا أقول لا تثمن بثمن يفهموه لا تثمن بثمن لا يستوعبه المؤمنون كل خطوة حجة وعمرة متقبلة فسر لي بالله عليك الرواية صحيحة النعم صحيحة بل مستفيظة بل متواتر هذا المعنى وأكثر من هذا المعنى ليس فقط هذا المعنى أصل المعنى متواتر تواترا إجماليا فسر لي من يتمكن أن يستوعب هذه الدرة نفهم أصلا ممكن أن البشر المؤمن الخالص المؤمن العالم ممكن أن يفهم كل خطوة حجة وعمرة الله أكبر زيارة سيد الشهادات درة ثمينة أم لا لها نظير أصلا هذه الدرة بهذه الدرجة التي لا تثمن بثمن المفروض أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يختص هذه الدرة لخلص المقربين إليه المفروض أن سيد الشهداء يوفق أمثال حبيب أمثال عابس أمثال محمد بن أبي عمير أمثال هذه الصفوة يوفقهم لهذه الزيارة ولكن الإمام هذا الجواد الذي لا نظير له ليس القضية أخواني الشيخ الأنصاري المقدس لا يستحق الزيارة المقدس الأردبيلي صاحب الكرامات لا يستحق زيارة سيد الشهداء الميرزة محمد تق الشيراز المقدس القديس لا يستحق الزيارة يا أخي هذه الزيارة درة استثنائية المفروض لا تعطى حتى للمقدسين هذه الدرة يستحقها موسى بن عمران الذي يستأذن الله في الحديث الشريف يستأذن الله عز وجل لزيارة الحسين يستحقها الرسل يستحقها الأنبياء الذين يستأذنون يستأذنون الله عز وجل في زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام هؤلاء يستحقون هذه الدرة الإمام الحسين أعطى هذه الدرة لمن؟ الملايين والملايين وعشرات الملايين أي جود هذا؟ تعرفون مثل هذا الجود؟ الله من عظمة جودك سيدي أبو عبد الله أكرم خلق الله عز وجل هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومون من ذرية الحسين الله من خلق الله والله لا يوجد كريم مثل هؤلاء جواد مثل هؤلاء الشاعر الفقيه المرزى أسماعيل الشيرازي في موشحته في مولد الإمام أمير المهمي عليه الصلاة والسلام في مقطع من هذه الموشحة يقول سبق الكون جميعا في الوجود وطواء عالم غيب وشهود كل ما في الكون من يمنى وجود إذ هو الكائن لله يدا ويد الله مدر الأنعمي جواد هكذا جد لأنه يد الله يد الله هو في الخرق طبعا يكون هكذا جواد صلى الله عليك يا أبا عبد الله الكريم يبدع هذا مثل الكريم يبدع أسبابا للعطاء مثل عربي الإمام سيد الشهداء لا يبدع أسبابا للعطاء هكذا يعطي من دون أسباب من دون حدود صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أولا نسأل الله عز وجل لولي الحسين للمنتقم للحسين لخليفة الحسين نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين أن يعجل فرجة مهدية آل محمد والمحمد والمحمد اللهم أننا نسألك بحق الحسين احفظ زوار الحسين اللهم بحق الحسين اغفر ذنوب زوار الحسين اللهم بحق الحسين اقضى حوائج زوار الحسين اللهم بحق الحسين أوصل زوار الحسين إلى قبر الحسين اللهم بحق الحسين أرجع زوار الحسين إلى بلادهم بعد الزيارة وإكمال الزيارة أرجعهم إلى بلادهم وإلى أهاليهم سالمين إلى سالمين وغانمين إلى غانمين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بحق الحسين أرزقنا في الدنيا زيارة الحسين ورزقنا في الدنيا والآخرة شفاعة الحسين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة